مهم كمان نعرف الناس وإيه اللي بيحصل دلوقتي والأجهزة تحركت إزاي بيتحل إزاي إيه اللي هيتعامل تعاوضات تتم إزاي اللي جان اللي نيابة العامة شكلتها بتشوف كل التعاوضات الأضرار معاينات لجنة من كلية الهندسة تقول لنا إيه اللي حصل تقرير هندسي يتم ويقول إيه اللي حصل وإزاي نعالج المشكلة دي ما تتقررش مرة تانية يتعامل إعادة تأهيل وأتمنى أنه ده للمقابر يعني موضوع المقابر ده أتمنى سرعة تأهيل المقابر مرة أخرى عشان نريح ونبرد الناس زعلانة أهالي المتوفين مزعلانين لقوا رفاة أهليهم يعني شالتها الماء شالتها شالتها التوابيت تشالت مقابر كلها تشالت نتكلم ستين سبعين مقبرة منطقة لخمس ست قرى ما بقيتش تصلح يعني ما تصلحش انت بتكلم على مية بقى لها يومين شوف المية تبقى إيه في المقابر المقابر بشكلها إيه فده أتمنى أن نلحق نتحرك بسرعة لأنه الأول قرار يتعمل إعادة تأهيل المقابر رقم واحد عشان أبرد يعني قلوب الناس قلوب أهالي المتوفين هم عايزين كده بالمناسبة أنا بتكلم نيابة عنهم لأنه بتكلمون النهاردة ناس بتبكي والله بيبكوا وعندهم حق لما احنا نتحرك في تعاملك مقابر بسرعة تأهيلها زي ما بقولك ده يبقى ده أول حاجة تاني حاجة نعمل في نفس الوقت سور حولين المقابر دي تاني حاجة لازم نشوف حل الموضوع الأحواب يتحلل زي ما عرفتش بس إنه في المحطة في منطقة جبلية عالية فلما لو حصل زي كده زي ما أنتم شايفين كده سيل أكد أنه سيل بالزبط انت بتكلم على 80 ألف متر مكعب مية قوة اندفاع هائلة من جبل للأرض تحت انت بتكلم ده حاجة يعني يعني أي حد فيك يتصورها إزاي شكلها إزاي هتشيل كل حاجة قدامها سيل جاي بقوة اندفاع من أعلى الأسفل هيشيل أي حاجة قدامه لو كان لقدر الله في بيوت وقرى كانت كلها تشالت من قرم ربنا ما فيش قرى في مجرى المية دي كانت كلها تشالت عاز أقول له حضراتكم في التسعينيات كده في المنطقة دي قريب منها يمكن حصل في المنطقة دي سيل سيل وحصل كمان خزان واللي إيه حصل فيه انفجار حريق يعني عايز أقول لك المكان ده كان فيه وضع كارثي في التسعينيات تاني بقول في التسعينيات وقتها كان الرئيس مبارك الله يرحمه راح راح المكان ده اللي حصل فيه كارثة ووفيات كتير وكان فيه مصيبة يعني لأنه حصل بقول لكم سيء من جبل سيول مع حريق تخيل بقى دول مع بعض يعملوا ايه في الوقت ده النهاردة زي ما بقول لحق من كرم ربنا إنه ما فيش قرى في مجرى المية اللي قدام المية كان المقابر مزارع طبعا زي ما احنا بتشوف كده يعني التحركات من كل الجهات ولازم زي ما بقول كده لأنه مش أنا الأهالي هما اللي بيقولوا إن الناس كلها تحركت بسرعة وكله جري على هناك عشان تلحق خلي بالك لو ما كانتش فيه سرعة تحرك كان الموضوع ده وصل واستمر بس إنك تحركت وديت عربيات كتير وبعدها تتشوت المية وتعمل حواجز عشان تمنع المية تنتقل لأماكن أخرى واتهدت حاجات أخرى قدرت تلحق يعني قالك على الساعة 2 صباح فجر الأحد كنا مخلصين بدت حاجة دي بالعصر يمكن يوم السابت الساعة 4-4.5 تقريبا قبل المغرب واستمرت لحد الساعة 2 صباحا كانوا مخلصين طبقا لمهندس محمد مختار هو اللي قال كده قالك ساعة 2 كنا مخلصين المهندس محمد مختار ريش شركة المية المسؤولة عن كهرباء في الصعيد وجه الإبلي عندنا وساعتناب حسام ماضي قالك نفس الحكاية الناس تحركوا الجهات المعنية تحركت محافظة محليات نواب جهزة أمنية مدير أمن كل جهزة مع الحماية كله كله تحرك والمهندس محمد مختار مسؤول عن الكهرباء عندنا في الوجه الإبلي نفس الكلام اللي قاله فنبقى فاهمين الدنيا حصل إيه تحرك أيوة في مشكلة نعم لكن انت الحيط آه بس لازم نعرف الأسباب حتى لا يتكرر لأنني بتكلم على محطة كهرباء بتولي الطاقة 1500 ميجا 1500 ميجا محطة معمولة في المكان ده لخدمة الصعيد ودي اللي كان لها دور كبير جدا للسنوات اللي فاتت من ساعة ما تفتحت لحد النهاردة من 2016 لان دي كان ضمن الخطة العاجلة انك تعمل محطات أخرى للصعيد والمناطق أخرى المحافظات وتعمل في جفر الشيخ وتعمل في السويس وتعمل في لسمعليه وتعمل في الأناطر وتعمل في وتنشر أعداد كبيرة من المحطات الإضافية وانت عندك انتك كهرباء ازاي كل ده عشان كده لكن تاني بقول ان احنا عشان ما يتقررش الأمر ده يبقى عندنا حل جزري دكتور محمد شاكر رجل محترم عالم جليل أرجو الدكتور محمد شاكر يكون عنده الحل الجزري وهو رجل لديه يكون الإمكانيات اللي يقدر انه هذا الأمر يتكرر لانه بنتكلم على كميات مية بتتخزن ممكن مرة واحدة يكون 250 ألف متر مكعب كمية هائلة يعني انك تحصل تبقى عندك مشكلة كبيرة وبالتالي انه عندك كمية النهاردة 80 ألف متر مكعب اللي هي كانت موجودة في الحوض التبريد اللي على مسافة كبيرة أو مساحة كبيرة انه حصل انهيار لستة متر ولا سبعة متر أدى لكل تخيل بقى لقدر الله وكان المساحة بالكامل أدت انه الكمية دي كلها نزت على زي ما احنا مشوفه قدامنا كده تحرك وقدى ان احنا كمان وتحقيقات النيابة العامة والنيابة اللي شكلت عدة لجان لجنة عشان تتابع كمان ترصد مساحات الأرض الزراعية مساحات قدية اللي فيها يعني تدمير بالكامل أو الزراعات كلها خلاص المية غطيتها بالكامل وبالتالي أصبحت غير صالحة فهنا خسائر كاملة بالنسبة 200% في بعض الزراعات ربما بالنسبة أقل من كده شوية بعض مساحات الأرض المية ما صلتها وبالتالي ما فيش أي مشكلة احنا منتكلم نهاردة على اللي حصل عندهم أضرار حقيقية بعض البيوت 6-7-8 بيوت عندهم خسائر جزئية وبالتالي أي حد تعرض لمشكلة وعنده التعوضات والدولة تقرر على طول التعوضات سريعة الناس يا جماعة محلتهم ش حاجة تاني بقول الناس دي ما عندهاش حاجة محلتها ش حاجة دول أهلين احنا نعرف الناس دي نعرف الناس العاشين كده عنده حطة أرض هي دي دخله حياته الزرع بازت عنده يعني مش عايز أقول لكم يبقى بالنسبة له يعود ما هو ده حياته الزرع الزرع بتاعه على الأرض بتاعته جات المياه شالته بوزة الزرع بتاعه موسم ضع عليه فياخد تعويضه المناسب لزرع صوية لزرع درق لزرع برسيم حجاز